أكد وزير التعليم العالي أيمن عشور أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات العربية والأوروبية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحديات تطلب فتح المزيد من قنوات التواصل مع الشركاء من مختلف دول العالم وخلال استقبال عشور للأمين العام للتحاد الجامعات العربية عمر عزة سلامة أكد عشور على اهتمام مصر بتدويل التعليم العالي كمحور أساسي للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمية وأكد الوزير أهمية التعاون بين الجامعات العربية والأوروبية خاصة في مجال بناء القدرات القيادية لدى رؤساء الجامعات العربية والنوابهم مع تدريبهم على المهارات الإدارية والتقنية اللازمة لقيادة وإدارة المؤسسة الأكاديمية والتعليمية بمهارة وجودة